مجلس الشورى قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون إن مبدأ شورى من المبادئ التي جاء بها الإسلام ومارسها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان من خطاب الملك عبد العزيز في افتتاح أول مجلس للشورى علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لذلك في عام 1346 من الهجرة قام الملك عبد العزيز بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء مفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء وفي عام 1355 من الهجرة وعيد تكوين المجلس وأصبح يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني وعشرة أعضاء وفي عام 1412 من الهجرة صدر نظام جديد لمجلس الشورى وأصبح يشكل السلطة التنظيمية عدد أعضاء المجلس 150 عضوا ومدة المجلس أربع سنوات يعاد تشكيله بعدها بأمر ملكي ويتخذ المجلس من الرياض العاصمة مقرا له مع جواز عقده في أي جهة من جهات المملكة يعقد المجلس كل أسبوعين على الأقل بقرار من الرئيس بعد نهاية كل جلسة يحرر لها محضر يوقع عليه الرئيس أو نائبه وقبل نهاية العام يرفع الرئيس تقريرا سنويا للملك يطلعه على ما تم إنجازه اختصاصات مجلس الشورى إن مجلس الشورى يقوم بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة وفقا لما يليه مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية تفسير الأنظمة مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى